اشتركوا في القناة المصاري الوظيفة اكتر من مرة لكن بشكل عام عمري ما توقفت عن العمل السيدة تكون امرأة عاملة نجحة وفي نفس الوقت زوبة كويسة بس ازاي تبني كرير لها تبني قيمة مهنية لها مش تبقى مظفة وخلاص يعني يبقى ليها قدر يبقى ليها قيمة عشان كده هقول لكم على سبع استراتيجيات او سبع دروت اتعلمتهم على مدار العشرين سنة لا اكتر كمان مش عايز اكبر نفسي بس سنة كبيرة اتنين وعشرين سنة اللي كنت بشتغل فيهم كمرأة عاملة وفي نفس الوقت كزوجة وكأم ومش بس كده وعندي هوايات وكل الكلام ده فلخصتهم كده ولاقيت ان في سبع حاجات مهمة جدا جدا هتمكنك من انك تكون امرأة ناجحة والكلام ده على فكرة مش للمرأة العاملة فقط دي دروت انت كسيدة ملكيش عمل منتظم خارج المنزل برضو تقدري تستفيدي منها الدرس الاولاني هو ان حياتك بتتغير بشكل مستمر كل فترة بتدخلي في مرحلة مختلفة الفترة بقى الانتقالية من مرحلة لمرحلة بيبقى فيها شوية لخبطة لو الواحد مقدرش يسيطر على هذه الفترة الانتقالية بتتلخبط الدنيا فلازم مهما كان سنك صغير دلوقتي او كبير لازم تعرفي ان حياتك بتمر بمراحل وهذه المراحل مش متساوية في الزمن يعني ممكن واحد يعدي في مرحلة مدتها سنتين ممكن واحد يعدي في مرحلة اكبر اكتر ممكن تبقى مرحلة اقل انا افتكر ان اصعب مرحلة عدت علي كانت الفترة الابني الكبير عنده 3 سنين ابني صغير عنده سنة وفي نفس الوقت باخد اول ماجستير وفي نفس الوقت بشتغل full time الحاجات دي يعني انا لغاية دلوقتي يعني لما بيواجهني موقف واحس ان انا مرهقة نفسيا وجسديا وعصبيا فيه ارجع للفترة دي واقول سبحان من قدرني على الفترة دي يقدرني على اللي انا في دا دلوقتي لانها كانت فترة صعبة فالدرس الاولاني اعرفي كده ان حياتك بتدخل في مراحل مختلفة فكوني مستعدة لهذا التغيير واستغلي الفترات الانتقالية من مرحلة المرحلة انك تهيئي نفسك لهذا التغيير اللي انت مقبلة عليه لي يا صديقة من الصديقات دلوقتي كنا لسه بنتكلم اولادها خلاص كبروا وسابوا البيت اللي سافر واللي تجاوز وراح في مدينة تانية فبهي دلوقتي بتقولي انا بجهز نفسي للحياة دي اللي ولادي مش معتمدين فيها علي اعتماد اساسي بتقول انت صح صح بدل ما تغيط تعيط على الفترة اللي فاتت لا تفكر في الفترة اللي جاية وانا هتصرف ازاي وحشغل نفسي ازاي برضو فكري كل ما تحسي انك دخل على مرحلة جديدة انا محتاجة اجهز نفسي ازاي في المرحلة الجديدة الاستراتيجية التانية او النفيحة التانية هي ان قوتك بتعتمد على قوة منظومة الدعم اللي حواليك لو مش عارفين انا بتكلم ايه عن منظومة الدعم انا تكلمت عنها في فيديو قبل كده لكن منظومة الدعم هي كل ما في حياتنا من اشخاص واشياء وخدمات بتمكننا ان احنا نمارس حياتنا لو في واحدة بتيجي تنطفلك البيت ولو حتى مرة في الشهر دي من منظومة الدعم بتوعيك لو في مامتك او حمايتك بتودي عندها اولادك عشان تاخد بالهم منهم لفترة من الفترات دي من ضمن منظومة الدعم لو عندك عربية بتوصلك من مكان لمكان دي من ضمن منظومة الدعم ومنظومة الدعم دي بتختلف من حياة شخص لحياة شخص فامسكي كده ورقة وقلم واكتبي مين الاشخاص اللي بيساعدوني في حياتي فلان وفلان 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 ممكن يكونوا في الشغل وممكن يكونوا برا الشغل وممكن الناس يكونوا بيقدموا لنا خدمات بالفلول مش مشكلة بذول من منظومة الدعم ايه الاشياء اللي في حياتي اللي بتدعمني وبتسهل حياتي وكذا 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 كل ما تحاولي انك تعملي منظومة دعم ليكي قوية بينعكس على حياتك وبتكوني قوية تكوني قادرة انك تدي بتكوني انتي قادرة انك تعملي بس بشتري وقتي وراحتي ده من ضمن منظومة الدعم لو هي ما عندهاش الفلوس اللي تدفع فيها تمن الخدمة دية يبقى لازم تقدم تنازل من وقتها وجهدها عشان تعمل ده اي حد في حياتك اي حد بيقدم لك خدمة بمقابل او بغير مقابل ده من ضمن منظومة الدعم حافظي على منظومة الدعم دي قوي علاقاتك بالناس اللي بتعملك خدمات لان قوتك مستمدة من قوة منظومة الدعم بتاعتك اللي بقى للشغل احنا طبعا بيختلف الكارير بتاعنا يعني حسب اتخرجنا من ايه واشتغلنا في ايه في مننا في وظيفة كتابية في مننا في وظيفة عملية في مننا حتى ما بتشتغلش خالص وقاعدة في البيت لكن انا اكتشفت ان قمتي مرتبطة بالمشاكل اللي بحلها كل ما اقدر ان انا ايسر الشغل اكتر واحل مشاكل في الشغل اكتر كل ما قمتي بترتفع في الشغل كل ما بقدر ان انا احل مشاكل في بيتي وسهل الحياة في بيتي كل ما بترتفع قمتي بالنسبة لاولادي والجودي وقيسي على ده كل حاجة قمتك في الحياة بشكل عام بتعتمد على المشاكل اللي بتحليها للاخرين الحاجة اللي بتقدميها للاخرين عشان كده يقول لك ايه خادم القوم سيدهم يعني الشخص اللي بيقدم خدمة للناس بيأثر قلبهم وبيتعاملوا معايا لانه هو سيد وفوق الرأس فلو عايزت تعملي لنفس القيمة ما تكونيش انت سبب بالمشكلة كوني انت حل للمشكلة الاستراتيجية الرابعة او النصيحة الرابعة متعلقة بالكفاءة الذاتية كفاءتك كموظفة او كام او كزوجة او كبنت او كجارة او كوتبر بتعتمد على المهارات بتاعتك مهاراتك ايه؟ كفاءتك في تقديم حاجة في العمل مرتبطة بالمهارات بتاعتك بتعرفي ايه؟ بتفهمي ايه؟ يبقى ابتدي افند المهارات دي واقول انا محتاجة ازود مهارتي في كذا كفاءتك كزوجة بتعتمد على مهارتك في ادارة العلاقة بينك وبين جوزك كفقتك في ست بيت بتعتمد على مهاراتك في البيت ابتدي اقوي مهارتي اكتر اشوف انا ممكن اعمل ايه اتعلم ايدي بمقالات اقراها اجرب كفقتي كام بتعتمد برضو على مهارتي في ادارة العلاقة بيني وبين اولادي وعلمي ومهاراتي في تربيت اولادي ابتدي اقرأ ابتدي اجرب ابتدي اسأل الناس ابتدي اسأل المتخصصين ابتدي اقرأ اقرأ انا بقول لكم اقروا ابوز اليكم اقروا اتعلموا وما تعتمدوش على البلاوي السوداء اللي جاي على الفيسبوك الفيسبوك ده قشور اقروا كتب كتب حلوة هي دي اللي تقوي مهاراتكم وتكترها وبالتالي تزيد كفائتكم النقطة الخامسة انا كتبتها بالانجليزي بس احاول اجمعها بالعربي your reaching light is as high as your vision يعني قدرتنا على الوصول للاهداف البعيدة او الاهداف الكبيرة بتعتمد على رؤيتنا في الحياة الرؤية يعني ايه يعني حاجة في المستقبل حاجة بعيدة بس انا شايفاها فعشان ابقى غاني لازم احط اساسا هدف قصادي فيجن قصادي ان انا لازم ابقى غاني فابتدي اشتغل للوصول للهدف ده عشان ابقى نجحة لازم احط قصادي هدف هابقى نجحة لازم احدد اه انا عايزة ابقى مديرة انا قبلت سيدة فاضلة واحنا وانا بتكلم معها قالت لي بصي يا حنان انا لما اشتغلت الاول مرة وانا عندي تلاتة وعشرين سنة هي خريجة محاسبة قالت لي حطيت قصادي هدف انا لازم ابقى مديرة في خلال كذا سنة يعني ده تلاتة وعشرين سنة قررت كده بينها وبينها في ساعة ان هي خلال عشر سنين لازم هتبقى مديرة ووصلت لده لكن لو ما كانتش حطت الهدف ده قدامها يمكن كانت وصلت له يمكن ما كانتش وصلت له فوصلنا لحاجة كبيرة في الحياة بتعتمد على ان احنا نحط الحاجة كبيرة دي من ضمني اهداف عشان كده لازم تحطي اهدافك كل سنة السنة دي انا عايزة احوش مبلغ كذا السنة دي انا عايزة اساعد جوزي انه يبقى كذا السنة دي انا عايزة اساعد ولادي انهم يبقوا كذا السنة دي انا عايزة احقق نجاح معين في شغلي واوصل لكذا لو ما حطناش الأهداف دي هنمشي كده وخلاص الأيام هتبقى شبه بعضها هنبقى نروح الشغل ونرجع من الشغل وخلاص فلازم مهمة قوي نبقى لنا رؤية بعيدة المدى ورؤية عالية كمان حاجة عالية أتطلع لحاجة أعلى كمان عشان أفضل أسعى لهذا الشيء النقطة دي بقى لطيفة قوي النقطة السادسة وهي أن نجحنا بيعتمد على تركيزنا آه بيعتمد على مهاراتنا وكذا وكذا لكن تعرفه كم حد يقولك باب النجار مخلع ليه باب النجار مخلع هل هو عشان مش هو عارف يصلح بابه لأ عشان مش مركز عليه مش حطه من ضمن أولوياته لكن لما نحدد أولوياتنا ونركز على هذه الأولويات آه حننجح مش حنشدت تفكيرنا في مليون حاجة آه فيه واحدة مثلا كلمتني وقالتلي إن يومها بيضيع وهي مش عارفة يوم بيضيع في إيه وفي نفس الوقت مش لقيا كذا ومش لقيا كذا ومش لقيا كذا التحاور معها لقيت فين أولوياتك ما هو لو رتبتي أولوياتك هتخلصي من الحاجات المهمة الكبيرة الأول مش مش أضيع وقتي وجهدي وطاقتي برضو في النهاية طاقتنا محدودة ووقتنا كمان محدود فلو قعدت ضيعه في سفاسف الأمور وهنا شوية وهنا شوية وهنا شوية وهنا شوية وهنا شوية وجيه بقى للحاجة الكبيرة لا لقيا لها وقت ولا جهد فالنجاح يعتمد على التركيز على الأولويات آخر حاجة بقى وهي مرتبطة بالأولانية باللي قبلها اللي هو النجاح بيعتمد على التركيز والتركيز بيعتمد على الأولويات وإن أنا أهتم بالأولويات دي وفقا لجهدي ووقتي طب الطاقة بقى بتاعتي جهدي بقى ده أجيبه مني؟ من نمط الحياة اللي واحد عايشها أنا لو عايش حياة مليانة أكل وحش مرنخة في البيت في الكانبة قدام التلفزيون أو أدخل نفسي في مشاكل دي ومشاكل دي ومشاكل ده وتخانق مع ده وتخانق مع ده وتخانق مع ده وتخانق مع ده ووهري وانكت في نفسي والكلام ده وضيعت تقتي الجسدية ضيعت تقلي العقلية استنفذت تقتي النفسية مش كل واحد فينا يشوف نمط الحياة اللي هو عايشها وفين الشقوق اللي بتتسرب منها طاقتنا ان احنا محتاجين جدا 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 ان احنا نحافظ على مغزون الطاقة بتاعها لو سمحنا لحياتنا كده ان هي تشفط هذه الطاقة مش هنلاقي وقت ولا جهد ان احنا نهتم بالحاجات المهمة فآخر نقطة وهو كلهم مهمين نقطة دي برضو مهمة ان تقطق بتعتمد على نمط الحياة اللي انت عايشها ركزي ركزي عليه شوفي ايه نمط الحياة بتاعي نمط الحياة بتاعي يعني الحاجات اللي بعملها على مداري اليوم ونتجتها على حياتي وفي نتجتين لا ممكن تلاتة بس لا نتجتين نتجتين اما بالسلبي اما بالايجاب هذا الفعل اللي انا بعمله تأثيره على طاقسي ايه بوزيتي بور ناجاتي الاكل اللي انا باكله ده بيزودني طاقة ولا بياخد مني طاقة العمل اللي انا هعمله ده هتكلم مع البني قدمة دي على التليفون مثلا اه تي بتمص الطاقة بتاعتي بحس ان انا منهكة بعد الحوار معاها او حاجة معينة في البيت او كذا بتاخد طاقسي طب انا ممكن اغيرها ازاي ممكن اعدلها ازاي ممكن اصلحها ازاي واحدة دول السبع الاستراتيجيات اللي انا حاسة ان هم افادوني كامرأة عاملة وزوجة وام واعتقد ان السبع استراتيجيات دول ينفعوا مع راجل مع ست مع ست بتشتغل مع طالب بيذاكر مع طالبة بتبني حياتها مع كل حد لو في عندكم حاجة غير السبع نقاط اللي انا قلتهم دول احب ان انتوا تكتبوها لي احب اتعلم منكم والاخرين كمان يتعلموا مني ومنكم اشوفكم الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة